عطور صيفية ببرفورمانس أقوى من كتير عطور شتوية ممكن أن ينافس عطور العود كمان لكن مش كتير بنصح فيها خاصة إذا بتشتروها بدون تجربة العطور الصيفية حلوة بالفرشنس تاعها بخفيتها على الأنف خلينا نقول لكن بعض الناس بتحب أن يكون ببرفورمانس خرافي كمان بالعطور الصيفية ففي عطور ميجامير من أورتو باريسي نوات البحرية اللي بتيجي فيها ريحة زفارة البحر ريحة التحلوبية كأنك نازل تسبح بعدين أعادت على الشط تتنشف شوي فالريحة البحرية المعدنية هي المسيطرة على ميجامير وفيه طبعا راح تصير تشمو كتير عطور حتى عطور صارت بربع أو أقل من عشر السعر عم تعطي هاي الريحة المعدنية أبما صارت تتقلد لكن بظل ميجامير له ريحة شوي مميزة أكتر فيه كتير عطور على نسقه مش رح أنصح بكتير فيهم لكن اللي بدي عطور ممكن يكون على نسق ميجامير بس ريحة ويرة بالأكتر سهلة الاستخدام أكتر الناس تتقبلها أكتر عطور بحر من روح دبي من الريحة البحرية لكن فيها نوتات فروتي فيها نوتات سبايسي العطور معقد لكن جميل جدا وبرفورمانس تبعه وخرافي الاكترموس بلاك كافيار ريحة الكافيار طبعا نوت الاصطناعية بتحاكي الريحة المالحة شوي زفرة بنوتات ممكن شوي تكون محمضة شوي بذكرني ككل بريحة موث ووش أو معجون سنال أنا آسف لكن هاي الريحة اللي أنا تختر عبالي لما أشمه شخص الحبيث الأ没 عيف صوAR العطور الثالث احبه شخصيان Ed pomido ريحته صعبة ريحة او نوتات بحرية دائه كمان أممكني تأخذ شوي متعطي على ريحة الطات البحرية بتأخذ زفرة المائية بتأخذ بالصريحة البيض أنا آسف لكن هاي الناس ممكن يشموها في ناس ممكن استحسسون منو Ed pomido من ريحة الزعفران مع النوتات المائية وهي فيها ريحة زعفران وخيار مع ريحة بحرية عمبرية العطر غريب معقد جداً، ليس مفهوم لكن مريح للقلب شوي، تحس هيك فيه ريحة لطيفة قريبة من القلب تشعر سبعه قوي كتير، لكن ما بنصحكم تشتروه بدون ما تجربوه العطر الأخير أمواج بيتشوت، بالرغم من أن العطر كتير ناس بتحس عطر صيفي كمان مناسب لكل السنة، لأن العطر فيه تركيز عالي جداً من النعنى تشعروا أنه بانشي من ريحة النعنى عبارة عن قنابل نعنى ولكن هناك ريحة الأكمس التاطي، ريحة خشبية، إيرثي، ترابية، كلاسيكية قليلاً العطر، مرة سمعت واحد يقولون بشبه ريحة هيدن شولدرز، مضبوط ولكن الريحة حلوة، كلاسيكية، جميلة، البيفورمانس تبعها قوي، لكن مش آمنة أن تشتريها بدون ما تجربها أنا كمان، إذا تحبوا تشوفوا كمان فيديوز عن العطر، تابوني